بس برضو الموضوع بسيط انا بلعب في ليفربول لما لعب قدام مدافع تشيلسي غير مثلا مثلا يعني لما لعب قدام مدافع مش عايز اذكر الاندايا في مصر يعني عشان ما قلتش من حد اي نادي في مصر اي نادي انا بلعب قدام مدافع تشيلسي بتيت قولي اصله شبه المدافع اللي موجود في النادي دا او دا او دا مستحيل مش عشان هو وحش كقدرات فردية بس سكوت الاحتكاكات كل يوم كل اسبوع بيلعب مع مين وقدام مين نفكر حلو انا بس بقول ايه انا هنا مش بقلب المواجع خالص خالص احنا نبادئين مرحلة جديدة مدرم محترم وعندنا اعمال جديدة بس انا ما بحبش طول الوقت استنى اللحظة الوحشة عشان نبدأ كلنا نقولي الكلام دا مع بعض تما نقوله من دلوقتي ونبني عليه ونشتغل ونشوف ايه حلولنا ونقعد مع بعض انت عارف انا اقولك حاجة حلوة وانا داخل الهوى النهار دا كنت بفكر يا رب يكون حد سامعة يعني من المسؤولين بتوع الكرة كل مرة ما بنيجي نفكر في حاجة ليها في تطوير الكرة وبتاعه فيه كم اسم كده بيتجابوا طول الوقت عشان يطوروا الكرة في مصر مع كم اللي احترام ليهم والله اسماء يعني منهم من عفى عليه الزمن فيما يخص التطور يعني اسماء محترمة وجميلة وكل حاجة بس يشو التطورين ما نشوف اسماء جديدة انا اقدر انا انا اقدر اديك يا اتحاد الكرة عشر اسماء يعود على تربيزة واحدة يعملوا لك شغل وتطوير عظيم جدا في كرة القدم ويحسب لاتحاد الكرة الحالي انا مش منهم طبعا مش بقول كده بقول مثلا وانا بيعود على التربيزة دي انا اقولك اقترح لك عشرة شايفهم بعنايا يدوك تطور حقيقي لكرة القدم في مصر لكن هنجيب نقول اصله ده اللي لعب يا جماعة سنة 75 في كاس الأفريقيا مش عارف 76 وده اللاعب العظيم اللي خد احسن لعب في مصر سنة 34 وده يا جماعة مش والله اسماء محترمة وفوق الراس بس مش هما اللي هيتطوروا اسماء عظيمة وتفضل تاريخ في مصر بس مش هما اللي هيتطوروا لازم ثورة فكرية وانت بيتدير الكرة ما تشتغلش بنفس النظام القديم وعايز نتائج جديدة مستحيل مستحيل هتبقى نفس النتائج وكذا هنبدأ اللفين في نفس الدائرة اللي حصل في السنغال وفي المغرب وفي غانا وفي نيجيريا في الكاميرون ليه احنا بعيد قوي ليه كل شوية مستنين اللحظة الاستثنائية الانجاز التاريخي ليه كل شوية نقول اجماعة دعوات المصريين اجماعة احنا اللي قدامنا ده اقوى بس بروح اللعيبة المصريين وكفاحهم ورجلتهم ليه كل شوية افضل استنى الروح والكفاح والحماس واحنا نقدر نهزم حتى لهم اقوى مننا احنا حتى في 2006 و2008 و2010 كنا بنلعب مطشاط اللي قدامنا في افريقيا اقوى مننا على الورق لأ انا نفسي ابقى اقوى واحد في افريقيا على الورق مش اخش المباراة واقول لا هكسبها بالروح والحماس ودعوات المصريين تم ابقى قوبل على الورق واستخدم بقى الروح والحماس اللي عند المصريين فعلا مع الاداء الجيد مع اللعبين الكويسين واكسب المباراة واوصل لمرحلة بعيدة يعني شفت قائمة السنغال يعني كل واحد فيه لانا بدوني خمسة منهم في المنتخب عندنا هنروح في حتة بعيدة خالص انت متخيل بقى احنا معندلاش كل ده وبنعرف نزق بندوس البنزينة على الآخر عشان نوصل لنقاط بعيدة بس ده ما بيحصلش كل شوية اقدام هي بالصدفة او اقدام هي بشوية حماس وروح ده مش هينفع يبقى قاعدة هيفضل طول الوقت استثناء مش هينفع عايشين على الاستثناء